فصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم المصور نبيل الأوزري مرحبا نبيل أهلا وسهلا فيك معنا اليوم أهلا نستاذ أفنان حياكم الله وحيا الأستاذ المشاهدين الكرام الله يحييك نبيل نبيل بداية كالعادة نحب نتعرف عليك أكثر كيف تحب تعرف عن نفسك باختصار نبيل الأوزري من سكان صنعاء مصور صحفي أميل إلى التصوير السياحي واللانسكيب السياحي بشكل هام طبعا أتخذ كهواية لكن التصوير الأعمال الوثائقية هذه في جانب آخر كأعمال ولكن كهواية أحب تصوير المناظر خمسة وثلاثين سنة من سكان حاليا من سكان مارب أتنقل من هنا إلى هنا هذا اختصار شميل ربنا يسلمك كفين ما تحل طيب علاقتك بالكاميرا عميقة مثل ما لاحظت حتى أنك سميت واحدة منها الحب كيف بدأت هذه العلاقة وحكايتك مع التصوير كانت بداية كان من زمان كان مع الكاميرات تبوا فيلم كنت أي عرس أروح أصور هذه العراس علشان بس أجرب التصوير وبعدين اشتريت كاميرا ديجيتال وكنت أسافر لما كنت موظف في إحدى الشركات كان عمليا تنقل بين المحافظات كنت أصور كل حاجة ومحتفظ بالتصوير للآن من 2006-2007 أتت ثورة 2011 واشتريت كاميرا سيفن دي كانت يعني كاميرا احترافية في ذاك الوقت هي التوب وبدأت أشتغل على تصوير المسيرات الاعتصامات الأحياء الثورية في ساحة التغيير وبعدين حصلت المواجهة التي حصلت في 2011 في منطقة أرحب ونهم وبني جرموز وانتقلت إلى توثيق المعارك في هذه المناطق لأن كوني أحد سكان تلك المناطق طيب هذا التوثيق ليش عليك الصحابة فلما جدت أحداث الحوثي تفضل فلما دخل الحوثي إلى صنعاء كنت أصور من بداية دخوله من عمران من حاشد وبعدين عمران وبعدين أرحب وهمدان إلى دخوله إلى صنعاء ومكث في صنعاء أثناء سيطرتهم على صنعاء وصورت صورة الطفل الذي مفجر في فوق بيتهم بعدما تم تفجيرها هذا كله قبل عصفة الحزب وبسبب هذه الصورة انتشرت حبسوني الحوثيين وطلبوا مني أني أسحبها وأكذب الخبر أنهم مفجروا البيت طبعاً التقطت كنت أنا والزميلة هديل اليماني والزميل علي الشراعي وبعض الزملاء كنا في منطقة أرحب بعد تفجير البيوت الذي حصلت وهذه الصورة الحمد لله فازت بجوائز دولية ويعني تم تكريمي على هذه الصورة بعدين انتقلت طبعاً اشتغلت في صنعاء أفلام نبي توثيقك لهذه اللحظات يجعل منك مصور صحفي ما الفرق بين المصور العادي والمصور الصحفي برأيك؟ المصور الصحفي عقلية وعقلية خبر يعني أنا ممكن أستفيد من أي حاجة حتى مثلاً وأنا ماشي في الشارع أشوف حادث أشوف إطلاق النار أشوف عادي أنا لابد عقلية المصور الصحفي أنه يوثق هذه اللحظات مهمته يوثق هذه اللحظات أي أحداث تحدث أمامك أنت عقلية المصور الصحفي أما المصور العادي يعني يروح لمكان ويستعد ويعمل لكن المصور الصحفي يكون عندها الحصة الصحفي سابق للتصوير أنا أساساً أصور عشان أكون ناشرها في الصحافة هذه الصورة جميل طيب كنت تقول في صفحتك على الفيسبوك مقتبس هذه العبارة أنت لا تلتقط صورة أنت تصنعها ما الذي تعنيه لك؟ طبعاً بسبب هذا الشيء تعرضت لانتقادات لأنني أنزل صور يقول لي أنك تزيد فيها التعديل تزود البهارات أنا أقولها من خلال قناة بلقيسة أنه أي مصور إذا أعطى صورة اعتيادية فليس مصور يعني أنت كإنسان عادي أخذت الكاميرا وصورت أو اتلف ونصورت الصورة هذه ولم تكن مختلفة على الواقع فلا مش لازم لازمة أنك تنزل الصورة هذه فالمصور الفنان هو الذي يجعل المكان الذي يروحوها الناس ويشوفوه بمنظور وهو يعطيهم بمنظور آخر هذا هو الفنان يعطيهم بزاوية أخرى ويعطيهم بتوقيت آخر يعني فيه أوقات للتصوير بعد الشروق وقبل الغروب هذه الأوقات الذهبية للتصوير فيه تصوير بتقنيات أنه تصور بدون ألوان لا تجعل الكاميرا هي التي تختار الألوان لأنها مهما كانت ذكية تكون الألوان فيها غلط فأنت الذي تختار الألوان تصور فلات بدون ألوان ثم تصحح أنت الألوان وتعطي الألوان أنت الذي تشوفها مناسبة طب لا توقفت أن ذلك خدعة للمشاهد وقد يقلل أيضاً من مكانة وقدرة المصور ليست خدعة أنا ضبط التصوير الذي يتم إدخال شيء فيه يعني الذي يستخدمه الفوتوشوب لإدخال أشياء فيها يعني كتصميم هذه تعتبر تصميم يدخل قمار يدخل شمس يدخل أشجار هذه لا أما صورة اعتيادية أنت بتأخذها بتوقيت ثاني يكون الشمس فيها ثاني نحن نستخدم فلاتر اندي وفلاتر بلورايزر هذا الفلاتر تقوم بعكس الأشعة فوق البنفسجية هي التي تجعل المناظر باهتة فلما تستخدم هذا الفلاتر تشبع الصورة بالألوان يكون المنظر ثاني فأنت يجربي وأي واحد ثاني يجرب كيف يشوف المنظر وقت الشمس لما يلبس النظارة الشمسية وكيف لما يخلع النظارة الشمسية كيف يكون منظر السماء كيف يكون منظر الأشجار يختلف وهي شيء مقارب لهذه الفلاتر التي نضعها أمام العدسات لكي تشبع الصورة بالألوان أقنعتني يا نبيل طيب كان لك تجربة في اليوتيوب هذه المنظر الحقيقي وليست خدعة أقنعتني أقول لك خلاص قد الأمر محسوم كان لك تجربة في اليوتيوب لو تحدثنا عنها والله تجربتي في اليوتيوب فاشلة جدا والحمد لله أذهب وأصور وأستخدم الطيارة درون وأستخدم التايمباتس وجلس جنب الكاميرا ساعات ما سمعش توصيفك بالتقربة لو تسمح لو تعدي توصيف التقربة طبعا أقول لك تجربتي باليوتيوب أعتبرها فاشلة وفاشلة جدا لأننا أذهب إلى المكان التصوير وأستخدم تقنيات وأستخدم طيارة درون وأستخدم مانعات اهتزاز وأستخدم كاميرات وأجلس جنب الكاميرا لما تغرب الشمس بساعة علشان ألطق التايم لابس أو هايبر لابس وأروح أتعب وأمنتج وأخذ ميوزيك وحيانا أعمل الميوزيك أنا بنفسي وفي الأخير يطلع لي مئة مشاهدة أو مئتين مشاهدة فأتحطم نفسيا وأتراجع من نشر أي أعمال أخرى فأنت أعتقد مكمنة ولكن لن نفقد الأمل من اليوتيوب طبعا مصدر الخلل أعتقده في لأنه أشوف بعض الناس يشتهر في اليوتيوب وهو لديهم محتوى أقل ما يقول عليه أنه محتوى تافه ويحصل على ملايين المشاهدات وبينما أن تتعب وتذهب إلى الأماكن لا يمكن للناس أن يذهبوها وتنشر في اليوتيوب ولا تلقى مشاهدات أعتقد عدم وعي المشاهد وعدم الترويج هو السببان يعني أشد أو أكثر سببان هما فيما يحدث لك أعتقد 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 هذا هو السبب الرئيسي أنه يعني الناس يبحثوا عن أشياء فيها خدعة أنا لا يمكن أن أعمل بوست الفيديو في اليوتيوب وأكتب فيه يعني أكتب زي ما يكتبوا اليوتيوبير إنه شاهد مش عارف إيش وشاهد قبل الحذف أنا لا يمكن أني أتعب على عمل محترم وأهين هذا العمل المحترم بعنوان أجذب المشاهد وهذه الصفة ليست في المحتوى الذي تم نشره طيب أستنى بينا نروح نشوف واحد من مقاطعك ونرقع للكلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبيل بعد مشاهدة المقطع هذا وبعض مشاهدة مقاطع كثيرة شاهدتها أنا أكثر الواحد يقول إنك فعلا يشوف القهد اللي تبذله في التصوير ويقدره أنت يبدو إنك كمان زرت مقاطع أماكن كثيرة في العالم إيش وأجمل مكان زرته في حياتك إلى الآن جزيرة بينك في ماليزيا وهي أكثر مكان صورت فيه وستمتعت فيه بتصوير هذه أجمل الجزر الذي تم أيوة جدا ولا زال هناك مشاهد لم يتم منتجتها وإنزالها لليوتيوب هذه أجمل جزيرة رحتها في حياتي نحن ننتظر كمان هذه المشاهد طيب نبيل كمصور محترف وكمصور صحفي ما الذي يجعل الصور التي تلتقطها مختلفة عن صور غيرك؟ كما قلت لك سابقا طبعا أنا لا أقول كما يقول أصحاب التنمية البشري أن الأدوات ليس لها ليس لها دور بل لها دور ودور كبير ولكن الخبرة كمان لها دور يعني أنت لما يكون لديك أدوات ولا تستطيع أن تستخدمها لن تعطي شيء ولكن حينما يكون لديك أدوات واحترافية وتكون محترف لهذه الأدوات وتعرف كيف تستخدمها ومتى تستخدمها أنت تعطي شيء مختلف أكيد لأنه الذي يجعل الأش إجابة وافية طيب هل شاركت في أي مسابقة لفن التصوير في اليمن وخرج اليمن؟ كان لي جائزة من اليونسيف اليونسيف للتصوير المركز الثالث المركز الثالث نعم وكذلك جائزة من الأمم المتحدة المركز الأول وعدة جوائز المحلية التي لا يعتدن يعني ليست كالجوائز الدولية طبعاً شارك في جوائز لا شيء تقريباً لا شيء إلا أنه تتم توثيق هذه الأعمال لأن هذه الأعمال تم سرقتها ونسبها لأشخاص آخرين وحتى بلدان آخرين كصورة الطفل مرة يقولون أنه في ليبيا مرة يقولون في العراق في سوريا يا إما في مصر لكن هذه الجائزة تعمل على توثيق أن هذه الصورة لك شخصياً وبغض النظر عن الجوائز المادية بس توثيق أنك صاحب هذه الصورة مؤسف جداً نبي طيب طموحك بعد خمس سنوات أنا مضطر عشان نختم لأنه الوقت يداهم طموحك بعد خمس سنين وباختصار عيدي السؤال وسمحتي يا سادة بالطموحك باختصار بعد خمس سنين فنت شي تكون وإيش شي تكون والله طموحي هي شراء أدوات غالية جداً تصويرية وشغل أعمال ترفع رأس اليمن أعمال درامية وأعمال أفلام ترفع رأس اليمن من هذا الأعمال الذي نراها كلها ويكون لها بصمة إن شاء الله نصيحة الشخصية لك يا نبيل أوقيت طريقة لترويق نفسك أعمالك رائع ويستحق كل الترويق والتقدير أشكرك جزيلاً شكر نبيل الأوزري المصورة الصحفي نتمنى لك كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر